وصلنا إلى شابين في العقد الثاني والثالث من العمر انتحل أحدهم صفة رجل مرور والآخر قام بنشر ذلك وتوثيقه بمواقع التواصل الاجتماعي الجهات المختصة تمكنت من رصدهم مبينة أنهم مواطنين طبعا على المستوى الرسمي بيّن متحدث شرطة منطقة القصيم أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وأيضا تمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم ومثل ما نشاهدوا إياكم هذا المقطع الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وانتحال شخصية رجل مرور حيث تعتبر مخالفة ومخالفة جسيمة مثل ما نص عليها النظام سوف يتم تطبيق هذه العقوبات على من ارتكب هذه المخالفة وكذلك الأدهى الأمر عبد العزيز هو توثيق هذا المقطع وهذه المخالفة ونشرها في مواقع تواصل الاجتماعي يعني أمر مؤسف حقيقة كل شكر لرجال الأمن وكذلك شكرا لجهودهم شكرا كذلك لرقابتهم العالية وكذلك متابعتهم لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل التواصل الاجتماعي وجميع من تسوي له نفسه مخالفة النظام أو ارتكاب مخالفات يعرف بأن رجال الأمن ووزارة الداخلية له بالمرصاد ترجمة نانسي قنقر